موسيقى كل الأحباء المشاهدين أهلا بكم مرحب بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا فن التفصيل في الحلقات السابقة تعلمنا إزاي نحط المقاسات بتاعتنا على القماش وإزاي نقصه دلوقتي إحنا قصينا طبعا كل الأجزاء دلوقتي حنقص الياء قصينا الضهر وقصينا السدرين واحد واثنين وثلاثة وبعدين الكمين وبعدين دلوقتي وقصينا كمان الجزء بتاعة الضهر لكن لسه ما تجسمش دلوقتي أسف الجزء بتاعة الكتف دلوقتي حننشتغل في الياء حنقص الياء الياء طبعا الياء جواها حشو الحشو ده عبارة عن فزلين أو فينهاوزن الفينهاوزن عبارة عن قماش مناشي بطريقة معينة معمول بطريقة معينة قماش ناشي شوية الفزلين اللي قدامنا ده فيه منه تلات أنواع فيه الخفيف والوسط والتقيل أنا عن نفسي بفضل الخفيف بفضل اشتغل بيه كل حاجة هو بيتلزق فيه ناحية بتتلزق وفيه ناحية مصمطة ما بتتلزقش بمعنى ايه تتلزق لما بنحطها على القماش وندوس عليه بالمكوى أو على القماش نفسه بيتلزق بيتلزق الفزلين في القماش ده بنستخدمه في عدة حاجات بالنسبة للياقة هنعمله دبل يعني اتنين مع بعض عشان يدي تقل شوية للياقة بنستخدمه في المرضات الحريمة وفي المرضات بيبقى طبقة واحدة بس فبعض الأجزاء كمان ممكن في الصدر بالنسبة للبلوزات أو السوترات بنلزقها برضو فزلين غطيان الجيوب بنلزقها برضو فيه أماكن معينة يعني لما يجي وقتها هنتكلم فيها لكن دلوقتي هنتكلم هنعمل زي ما قلت الياقة وحنعملها دبل يعني طبقتين على بعض هنمسك المزلين كده وبعدين نتنيه نتنيه ونخلي المقاس بتاعنا اللي هو الياقة اللي هي 44 أو نكبرها شوية خلية 46 على أساس أن اللي 44 دي بتبقى يعني للنحيف قوي يعني ده 46 بتاعتنا هتبقى نصها 23 تمام ليه أنا بتنيه عشان يطلع الجنبين زي بعض بالزبط يطلع ده زي ده بالزبط عشان اللي هيقة تبقى كلها مزبوطة يعني ما ينفعش أخليها مفروضة كده وأرسم عليها اللي هيقة وأقصها ممكن ناحية تطلع أكبر من ناحية أو ناحية أقل من ناحية أو الزوال ميل ما تبقاش مزبوطة كده يعني فمن الأفضل ان احنا بنتنيها كده وبعدين بناخد العلام بتاعنا أهو على الثلاثة وعشرين بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها اهو تمام طيب بأكد هنا التانية دي عشان اللقماش الفيزلين ما يزحفش مني ولا حاجة هنا العلامة بتاعتي اللي أنا قلت عليها أول حاجة هنسيب من هنا كده سنطي ونص أو اتنين سنطي واروح واخد حتة كده سحبها كده في الأول سحبة كده طلع الفوق مسافة دي حوالي اتنين سنطي تقريبا يعني من حفة الفيزلين بطلع لفوق كده حوالي اتنين سنطي وبعدين بروح واخد جزء عدل على طول كده تمام اللي هو جزء ده 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 بالزبط التحديد اللي هو جزء ده بالتحديد جزء ده عدل وبعدين حميل كده وبعدين حميل النحياتي بحيث انه المسافة دي من هنا لهنه هي دي حتبقى الجزء الداخلي ده هتبقى الجزء الداخلي المسافة دي هتبقى الجزء الداخلي احنا اتكلمنا في حلقات سابقة وقالنا انه الجزء الداخلي ده و الجزء الخارجي بتاعتها بنراعي في الرائبة اللي حنفصله الاقميص بتاعنا بمعنى إذن رائبة خينة أو قصيارة يعني رقبة صيارة ودخينة فأنا بصغر المسافة دي ليه؟ ليه بصغرها؟ عشان يبان جزء من الرقبة أثناء لبس الأميس. يبقى فيه جزء باين. الشخص اللي رقبته طويلة بعملها عادية أو طويلة شوية على أساس أن اللياء مش هتأثر في الرقبة. تاني. لو الرقبة صيارة. لو رقبة الشخص صيارة. فأنا بصغر الجزء ده على أساس الجزء الثاني اللي حيتني عليه بتاع الخارجي ده بقى اللي هو ده. يبقى برضو صغير. صغير كده. مش كبير. مايبقاش عريض. بعض الشباب بيفضل يقب تبقى عريضة شوية كده. موضلات حديثة يعني شوية. لكن في المعتاد أنا في الرقبة القصيرة بصغر المسافة دي. وفي الرقبة الطويلة أو العادية بعمل المقاسي الاعتياري بتاعي. في الغيالب دي بتبقى حوالي 4 سنتي. تقريبا. 4 سنتي. لأن أنا هاخد منها هنا جزء في الخياطة. هجبع حوالي 3 سنتي ونص بالزبط. تمام؟ وبعدين ده بتدي أخد الحرف بتاعي بتاع 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 اللياء. الحرف ده الحفة دي. تمام؟ الحفة دي. حسب ما أنا عاوز اللياء بتاعتي. إذا اللياء بتاعتي اللياءة قميس بدلة ما بتبقاش الحفة دي ما بتبقاش الحفة دي قصيرة. بتبقى طويلة شوية. ليه؟ عشان يخش القميس تحت الجاكت اللياءة بتاعت الجاكت تغطي عليه. ما يبقاش نهاية القميس باين. مش حلو إنه نهاية نهاية اللياءة تبقى باينة أثناء لبس جاكت البدلة. مش حلو. لكن تبقى مغطية مغطية عليه. يعني الجاكت بتاع البدلة مغطي على الجزء ده على نهايته. من هنا كده نازل كده مثلا. ليأتي البدلة. كويس؟ لو هو بقى مش قميس بدلة أنا حر شوية. أخلي اللياء يعني لها بوس حد شوية. أو أقل زي ما أنا عايز. زي ما أنا أفضل يعني. فده مثلا نحن نشي كده أو عادة بيبقى حوالي تمانية سنطي عشان بعد الخياطة يديني سبعة الصافي اللي هو المعتاد سبعة سنطي. تمام؟ إحنا قلنا إن أنا هنا أهو ده أدي ده بالزبط. يبقى أنا بابتدي من هنا بسحبة صغيرة كده حوالي تلاتة سنطي بسحبهم لفوق كده وبعدين أبتدي أعمل ده بميل شوية الخط ده بميل شوية بميل ناحية التانية من فوق ناحية التانية ومن تحت عادي أهو كويس وبعدين باخد ده بميل برضو بميل بحيث إن هنا يبقى حوالي تلاتة سنطي ونص أو أربعة حسب ما قلنا إذا أعالي أو وطي اللي أشوي وبعدين خدت أنا ده كده وبعدين خدت القيمة دي هنا بالزبط وأدها بس أزيت شوية ليه أزيت شوية عشان اللياء الخارجي بتاعها يغطي على الداخلي يغطي على الخياطة بتاعتها زي ما حضرتكم شايفين كده خلوني أشرح على الأميس الجاهز ده ده الخارجي بتاعها وده الداخلي فأنا عاوز الخارجي يغطي على الخياطة بتاعت اللياء نفسها فلازم أخليه أزياد مثلا هو لو نص سنتي زياد كويس يبقى أنا عندي ده تلاتة أو تلاتة ونص هخلي اللي فوق أربعة يبقى كده تقريبا يبقى أنا عندي مساحة سبعة ونص تمام بالزبط عندي سبعة ونص كويس وبعدين بالمسترة أخد كده على طول لا كده على طول مش حلو هتلاقي ياه دي ماشى في تأويرة هنا لو حضرتك تلاحظ وحضرتك تلاحظي في تأوير هنا يعني دي مش عدلة لو عدلة هتديني عرض كده مش مطلوب في الياء فأنا بعمل إيه بقى باخد البداية بالمسترة البداية من عندي سنز الياء بالمسترة تمام ليه عشان الجزء ده يبقى كده وبعدين أبتدي بقى إيه أعمل شبه دوران كده شبه ميل لحد ما وصل للخط بتاعي اللي هو خط اللي أنا الحلامة اللي أنا حطته تمام أهو ماشي كده مصدر عادي حوالي 7-8 سنط وبعدين أبتدي أنزل كده لحد ما وصل لفوق تمام كده أصبحت الياء بتاعتي الحشوة جاهزة هعمل واحدة زيها أكبر منها شوية أكبر منها قيمة الخياطة بتاعتها تمام مرة تانية 2 سنط لو عايزها عريضة شوية تمام وبعدين دي زيها برضو 2 سنط بميل زي ما قولنا بميل كويس وبعدين ببتدي أخش هنا المقص بتاعي كده وبعدين أخذ الياء نفسها مهم أوي السن بتاع الياء ده يبقى حد كده سواء أنا عملت بوز الياء أو سن الياء محدد أو شبه قائم تمام دي بقية الياء بتاعتي لما بتنيها كده من هنا عندي تصور دلوقتي للياء ده النص بتاعي زي ما قلت ده التصور بتاعي بتاع الياء وده الجزء اللي هو بياخد الزرار والعروة واضح ده الجزء اللي بياخد العروة الشمال والزرار يمين آه ويبقى أنا بقى طبعا بتحكم لو هو عميس بدلة بتحكم فيه عاوز من فوق الياء تبقى لامسة بعضها يعني الجزءين دول يخشوا جوه والياء هنا تبقى لامسة بعضها عشان الكرافات هتبقى تحتها على طول ممكن عايزها واسعة شوية ممكن حسب ارتياحي أو حسب رؤيتي للحاجة لأشيك يعني تمام طيب هنعمل بقى واحدة تانية زي دي بالزبط بس اكبر شوية عشان الخياطة فحيبقى عندي حرف هخيط في القماش هنعمل كده تمام وبعدين زي ما قلت هكبر سنتيلا ربع ما يزيتش عن كده اهو هنا بقى هعملها ادها بالزبط ليه لان هنا هتخش جوه هنشوف ده لما نجي لخيط ان شاء الله هتخش جوه تمام وهنا برضو نفس النظام لان هنا خياطة ما فيش يعني خياطة اللي يقف في الاميس نفسها فما فيش زيادات يبقى الجزء ده والجزء ده ما فيش في زيادات الزيادة فين هنا زي ما قلنا سنتيلا ربع كده وهنا تمام وبعدين همشي كده لحد الاخر بنفس القيمة اللي انا زودتها كده وبعدين اخد السن بتاعي ده برضو بالمسطرة وبعدين هرجع احطها تاني عشان الجزء اللي تحت اقصه مظبوط برضو او علمه مظبوط دلوقتي تمام طيب انا دلوقتي مش هقص ده الا لما لزق ده عليه عشان اقصه يبقى مظبوط فخليكم معنا بعد الفاصل هنزل جزء ده على الجزء ده وبعدين نقص بالزيادة بتاعتنا يطلع معنا مظبوط خليكم معنا ورجعنا بعد الفاصل اهلا فيكم او اهلا بيكم حصلة بعضها احنا قصينا اللي ياء بتاعتنا البزلين وحنبتدي نعملها زي ما قلنا دابل فحنلزقها على جزء تاني ونقطع زيادة شوية سنطن لربع من كل جانب فيما عدا الجزء اللي هو العمودي ده والجزء اللي تحت دول مش هتقطعهم دابل ولا حاجة مش هتقطع القصو دابل لكن حيكونوا عاديين خالص بالوقت هنستخدم المكوى دوسة خفيفة كده بالمكوى بتلزق على طول ماكوى ما تكونش سخنة قوي اعتقد كده لازعيت وبعد كويسة ان شاء الله تماماً تماماً انا بقاكد على اللازق شوية عشان ما تطلعش كده لازعيت معايا اللي هي في بعضها هبتجي زي ما قلت اقص بالزيادة المقررة هنا المقصة هيمشي عادي مش هيقص زيادة كده وبعدين هنا همشي بالزيادة بتاعتي وهنا كذلك وبعدين هنا كمان طب ليه مش سانتي ليه سانتي لربع تحديداً مش سانتي ولا اكتر هنقول ليه لان انا همشي بالخياطة بتاعتي الماكنة بتاعتي هنا تمام وبعدين لما حقلي باللياقة اذا اكتر من سانتي لربع الياء بنخيط عليها دبل بينهم وبعد المناسب سانتي للربع اذا سانتي تبقى شكلها مش حالو اذا النص سانتي تبقى شكلها مش حالو الخياطين اللي هيمشوا على الياقة اللي هم بيمشوا على الياقة هنا بين المسافة اللي بينهم بين الخياطين المناسب بتاع حسنة الله ربها بعدين اقطع دي بقى عشان تبقى حرة معايا كده بعدين ما اكمل المعصر بتاعي زي ما قلنا من تحت مش هيبقى فيه زيادة اتا دي اوزة اتا دي اوزة اتا دي اشوية اتا دي اوزة 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 بصف في بقى زيادة اللي ورا دي لتحت تمام وبعدين باتني ده باتني ده كده زي ما قلنا في الأول على العلامة اللي في النص دي عشان يبقى عندي التصور بتاع اللياءة على فكرة كان زمان فيه اللياءات زي دي بتتباع جاهزة في المحلات بتاعة الخيوط والحاجات دي أنا بمعرفش دلوقتي في الصراحة هي لسه موجودة ولا لأ يعني اللي كان يستصعب أنه هو يقص اللياءة فكان اسمها حشوة اللياءة حشوة اللياءة وبنطلبها بالمقاس يعني فيه مقاسات منها فيه أربعين واثنين واربعين أربعة واربعين ستة واربعين فيه أحيانا برضو كان بيبقى فيه أرقام فردية واحد واربعين واثنين واربعين وهكذا يعني اللياءة بتاعتنا دي تقريبا حوالي أربعة واربعين زي ما احنا قلنا ده التصور بتاع اللياءة أو الحشوة بتاعت اللياءة فالياءة كده أهي وده اللي بييجي على بعضه كده عبارة عن الزرار والعروة بتاعته حشوة كويسة مش تقيلة قوي ما بتعبش الرقبة ما تحررش قوي في الصيف كمان يعني مش القوام أنا ما بفضلش القوام الناشفة أو ده اللياءة اللياءة ناشفة قوي دي لا وفي نفس الوقت كمان اللياءة جودتها في أنها ما تبقاش تخينها قوي يعني مش تخل لا تبقى طرية حلوة مريحة في اللبس وفيها الشيكة في المنظر في الشكل كمان تبقى خفيفة ما تبقاش تقيلة المكنة هتمشي هنا طبعا على الفواصل اللي احنا عملناها دي كلها وبرضو لما هنيجي نخيطها هنعدلها كده وهنحطها على قماش دابل برضو احنا التانيين للقماش بتاعنا وبعدين هنبتدي نمشي بالمكنة على حرف الجزء الصغير الحرف ده هنمشي عليه على طول تمام وبعد ما نخلص الخياطة بتاعتنا بنبتدي بقى نشيل الاطراف دي بالمقص كده عشان لما اقلب اللياء ما يبقاش في حاجة هنا عوائق او حاجة مش كويس وبرضو الحتة دي بنشيلها كده بالمقص بنقطع الحتة دي كده وهنا ممكن ندي كم مقص كده في الزيادة دي كلها عشان لما اقلب ما يبقاش في جعبابة في اللياء تمام وبعدين بكويها فالجزء اللي وره ده بيلزق في اللياء جبا كويس ده بعد ما وبعدلها وبعد ما بتديها الخياطة الدابل بتاعتي زي ما اقلت خياطة هتمشي هنا تمام وبعدين نقلب لما نقلب هنمشي بordo خياطة منبرره هنشوف ده في الخياطة هنمشي خياطة من بره على الحرف كده وبين الحرف ميلي أو أقل وبعدين خياطة تانية تمشي هنا كده يعني خياطة هتمشي هنا كده بعد ما نخلص وخياطة تانية هتمشي تقريبا هنا وده السنت اللي ربع اللي احنا قلنا عليه هتمشي على طول بداية من هنا يعني الخياطة هتيجي كده وبعدين بداية من هنا هنمشي كده وكده بالخياطة دابل كده على طول وبعدين حمشي هنا تاني وبعدين زي ما قلت ببتدي أكل يقبتعتي ويبقى عندي بقى الجزء اللي زايد هنا في القماش أنا بسيب جزء هنا عشان الخياطة بقى في في القميس نفسه في الظهر وفي وفي السدرين هنا بقى في الآخر لما حخياطها مع القماش هتنيع تاني على بعضها كده وهروح أخد علامة صغيرة هنا كده علامة صغيرة خالص من هنا بالقماش نفسه في القماش ليه عشان أنا عندي الجزء بتاع الظهر ده جزء بتاع الظهر ده هاخد في علامة هنا برضو في النص بالزبط فأحط العلامة دي على العلامة دي أضمن أن النص ده قد النص ده بالملي ما يبقاش اللي هي لميلة شوية ولا فيها انعواج ولا فيها الكلام ده كله يبقى الجزء ده كله زي بعضه بالزبط والليقة موزونة تمام ومزبوطة تمام ومفيش فيها أي عرواجة ومفيش فيها أي ميل ولا هي نايمة مثلا مضطرة أنها تنام عشان فيه مشكلة في اليقة وكلام ده كله فالليقة حرة في نفس الوقت وقفة على الرقبة ومزبوطة ومديها الغرض المطلوب منها عاوزين كمان ناخد بالنا أنه ممكن نعملها طبقة واحدة لو احنا جبنا الفزلين الوسط أو التقيل لكن أنا بفضل زي ما قلت دابل كده عشان تديني ليونة كويسة في اللياقة وفي نفس الوقت ما تبقاش إيه يعني خلوا بالكم أنه فيه من الفزلين ده لون أسود ليه؟ لأنه أحيانا بنستخدمه في قماش أسود فلو القماش أسود والليقة جواها الحشوة بيضة حتخلي اللياقة مختلفة عن القماش لأنها شفة الأبيض شفة نسبة من اللون الأبيض فبيبقى الشفافين ده عامل لون للليقة غير لون القماش نفسه كمان برضو حتى لما بنستخدمها في المرضات ففي من الفزلين ده أسود وفي منه أبيض هما لونين دول بس الأسود ده للغوامة سواء كنت بفصل كحلي أو أسود يعني ألوان غامق قوي أو بون غامق أو كده إنما الأبيض للفاتح للفواتح للأميص الأبيض أو القماشات الفاتحة كلها اللي هي منشقة من الأبيض عشان يبقى نسبة الشفافية موحدة ما بين اللياقة وما بين الأميص بتاعي إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الرب وأمنه شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر